مرحبا يعطيكم ألف عافية معكم مصرقاء عبد الرحمن مع منصتكم اللي تعودتوا عليها دايما منصة مناهج الأردن صوت وصورة رح أكمل معكم في مادة الرياضيات للصف السابع بطريقة إن شاء الله تكون بسيطة درسنا اليوم من الدروس كمان الحلوة والسهلة درسنا اليوم هو مقياس الرسم خلال حصتنا رح يعرف الطالب يستعمل مقياس الرسم لحل المسائل طبعا مقياس الرسم هو طريقة منستعملها حتى ننقل أو نرسم شكل ثناء الأبعاد يعني إلو بعدين فقط طبعا بحيث يكون مشابه تماما للشكل الأصلي إما أكبر أو أصغر منه يعني الناس اللي بيحبوا الرسم بيحبوا مثلا يرسموا أشكال طبيعية بيوت أو حتى أشخاص بإمكانه يشوف البعد الحقيقي ويستعمل مقياس الرسم لحتى ينقل هاي الصورة بطريقة أكبر أو أصغر فاللي بيحبوا الرسم اليوم هاي طريقة حتى تعرفوا كيف تنقلوا الأشكال بطريقة تكون مشابهة تماما للشكل الأصلي حتى نحسب مقياس الرسم يعني خلينا نحكي فيه عندي قانون ممكن نستعمله طبعا هو المقياس بيكون عبارة عن نسبة بين الشكل اللي هو أنا بدي إياه على الرسم وبين البعد الحقيقي إذن من هون بنفهم أنه مقياس الرسم يساوي البعد في الرسم على البعد في الحقيقة يعني إذا أنا بدي أوجد مقياس رسم بستعمل قانون البعد في الرسم على البعد في الحقيقة ببسطة لحد ما أوصل لنسبة مكافئة تكون بأبسط صورة خلونا نشوف أول مثال يستعمل ما يقارب 700 ألف زهرة لتشكيل سجادة مستطيلة الشكل في بلجيكا إذا كان عرض السجاد الحقيقي إذن هون معطيني العرض الحقيقي 40 متر وعرضها في الرسم 20 سنتيمتر الآن جد مقياس الرسم إذن هو معطيني العرض الحقيقي ومعطيني في الرسم وبدو يعني أنا أحسب له مقياس الرسم إحنا حكينا مقياس الرسم هو عبارة عن نسبة بين البعد في الرسم على البعد في الحقيقة الآن البعد اللي هو معطينيها اللي هو العرض إذن إذا أنا بدي أحسب مقياس الرسم بدي العرض اللي هو في الرسم على العرض في الحقيقة يلا نكتب نعوض مكانهم الآن العرض اللي يعطاني في الرسم هو عبارة عن 20 سنتيمتر الآن العرض في الحقيقة عبارة عن 40 متر رح الآن ممكن طلاب يحكولي طيب يا مس ما بصير إحنا نقسم لما يكون في عندي اختلاف في الوحدات سنتيمتر ومتر إحنا هون مش منقسم إحنا منبسط النسبة لنسبة مكافئة إلها حتى لو كان في عندي اختلاف في الوحدات الآن طبعا بدي أبسطها لاحظوا أنه هاي في صفر في البسط وصفر في المقام بإمكاني أتخلص منهم الآن صار عندي 2 على 4 الآن لتنين عدد زوجي والأربعة كمان عدد زوجي لتنين بيقبلوا القسمة على 2 يعني بإمكاني أقسم البسط على 2 وأقسم كمان المقام على 2 وبكرر الآن أي شيء بدي أعمله بالبسط لازم نفسه أعمله في المقام يعني ما بصير هون أقسم 2 هون 4 مثلا خطأ الآن 2 تقسيم 2 اللي هي عبارة عن 1 على طبعا سنتيمتر 4 تقسيم 2 اللي هي عبارة عن 2 والوحدة هون متر في الحقيقة الآن هاي النسبة لو بدي أكتبها بطريقة اللي هي الطريقة الأخرى لكتابة النسبة العدد اللي موجود في البسط اللي هو 1 سنتيمتر إلى بدل رمز المقام عفوا بدل رمز الكسر بحط نقطتين اللي هي إلى والعدد الموجود في المقام رح أكتبه بعدين إذن إلى 2 متر إذن 1 سنتيمتر إلى 2 متر بإمكاني أكتبها على صورة نسبة بهذا الشكل وهذا طبعا مر معنا في صفوف سابقة ومنعرف أنه النسبة لها أكثر من طريقة للتعبير عنها ممكن أكتبها بسط ومقام ممكن أكتبها بهاي الصورة وحتى كمان بالكلمات 1 سنتيمتر إلى 2 متر إذن هيك أنا بكون أوجدت مقياس الرسم الآن المثال الثاني بيحكيينه في الشكل خريطة المملكة الاردنية الهاشمية إذن هو معطيني شكل رح نعرض لكم إياه وبيحكيلي بدنا من خلال هذا الشكل أني نجد المسافة الحقيقية بين عمان والعقبة العقبة إذن هو معطيني خريطة المملكة الأردنية الهاشمية وبحكي لي بدي أنا المسافة الحقيقية بين عمان والعقبة الآن المقياس الرسم هو معطيني يعني على الخريطة كاتبلية إنه كل واحد سانتي متر على الخريطة عبارة عن 100 كيلو متر في الواقع يعني كل سانتي على الخريطة هو عبارة عن 100 كيلو متر الآن أنا لو عندي الخريطة عندي مسافة عندي عمان وعندي العقبة الآن عشان أستعمل مقياس الرسم في إيجاد المسافة الحقيقية إحنا حكينا مقياس الرسم بده البعد في الرسم والبعد في الحقيقة طيب البعد في الحقيقة هو بده إياه مطلوب من السؤال جد المسافة الحقيقية طيب هل أنا معي البعد في الرسم هو رسم للشكل الآن أنا ما معي كمان البعد في الرسم طيب شو بدي أعمل حتى أحسب البعد في الرسم بدي أستعمل المصطرة إذن رح نجيب المصطرة ونحطها على الخريطة اللي هو رسم لي اياها وبعد هيك رح اخذ قراءة المسافة من عمان الى العقبة طبعا بعد ما وضعنا المصطرة تقريبا طلعت المسافة بين عمان والعقبة ثلاثة وثلاثة من عشرة سنتيمتر اذا الآن باستعمال المصطرة على الخريطة عرفنا انه هذا البعد اللي هو على الرسم اذا البعد على الرسم باستعمال المصطرة ثلاثة وثلاثة من عشرة سنتيمتر الآن بدي البعد الحقيقي علما انه مقياس الرسم برضو هو بيكون معطى معطى على الخريطة واحد سنتيمتر الى مئة كيلو متر لو انا بدي اكتب مقياس الرسم بطريقة بسط ومقام العدد المكتوب في الاول اللي هو من اليسار طبعا دائما احنا من اليسار الى اليمين العدد الموجود في اليسار هو العدد الموجود في البسط واحد سنتيمتر الى او على مئة كيلو متر اذا كتبت مقياس الرسم على صورة بسط ومقام العدد الاول اللي هو في اليسار هو العدد الموجود في البسط والعدد الثاني هو العدد الموجود في المقام الآن العدد الموجود في البسط اللي هو واحد سنتيمتر احنا دائما حكينا من قياس الرسم بيكون البعد في الرسم على البعد في الحقيقة يعني هاي الواحد هي في الرسم بينما المائة كيلومتر هي في الحقيقة الآن بدنا نستعمل التناسب اللي هو تعلمناه برضه في الدروس السابقة بدي أستعمله حتى إني أحسب البعد الحقيقي الآن البعد على الرسم بدي يكون على نفس المستوى يعني العدد هون اللي بدي يكون هون نفسه بدي يكون في الرسم هون موجود عندي البعد في الرسم برضه هون بدي يكون في الرسم طيب كم البعد على الرسم ثلاثة وثلاثة من عشرة سنتيمتر من وين هاي جبناها استعملنا المصطرة على الخريطة حتى نحسب البعد على الرسم وين حطيتها على نفس البعد يعني هاي في البسط وهاي في البسط الثنتين هدول من وين من الرسم من قياس الرسم اللي بيكون على الرسم وهون برضه بتكون على الرسم يعني مش في الحقيقة الآن أنا بدي البعد في الحقيقة إذن هاي المسافة في الحقيقة حطيناها من تحت ليش في المقام؟ لأنه أصلا أنا عندي مقياس الرسم اللي بالحقيقة بيكون من تحت في المقام نفس الشيء لما بدي أعمل تناسب بدي يكون هون عندي اللي في الحقيقة برضه في المقام الآن تعلمنا لما يكون في عندي مجهول في تناسب زي هيك كيف بدي أحله حكينا بنعمل ضرب تبادلي رح نأخذ العدد الموجود في البسط الأول ونضربه في المقام الثاني الآن هاي المسافة في الحقيقة هي متغير مجهول فأنا بإمكاني أفرضه مثلا Y أو X أو أي حرف أنا بديه الآن رح أضرب العدد الموجود في البسط بالعدد الموجود في المقام إذن عندي واحد سنتيمتر يعني واحد ضرب المسافة اللي هي في الحقيقة اللي هي Y إذن واحد ضرب Y الآن بنزل إشارة المساواة رح نضرب البسط الثاني في المقام الأول وهذا مر معنا في درس حل التناسبات أخذناه في الوحدة الأولى الآن رح نضرب ثلاثة وثلاثة من عشرة ضرب مئة يعني لما نحل التناسب بإمكاني أعرف القيمة المجهولة الآن واحد ضرب Y اللي هي نفسها Y تساوي الآن ثلاثة وثلاثة من عشرة ضرب مئة لما يكون في عندي عدد عشرة مضروب في عدد فيه أصفار بإمكاني أحرك الفاصلة لليمين لأنها عملية ضرب الآن كم خطوة بدي أحركها؟ بدي أحركها خطوتين لأنه في عندي صفرين فهاي أول خطوة تحركت صارت بعد الثلاثة طيب الخطوة الثانية ما في عندي عدد فالعدد اللي مش موجود بإمكاني أضيف مكانه صفر فصار عندي العدد ثلاثمائة وثلاثين وطبعا إحنا بنحسب البعد في الحقيقة إذن كيلو متر نفس البعد اللي هو أعطانيه في الحقيقة أعطاني كيلو متر لازم أن الوحدة تكون كمان في الحقيقة هون كيلو متر طيب لو أنا ما بعرف أضرب وأحرك الفاصلة ممكن عادي أضرب بدون وجود الفاصلة العشرية زي ما كنا نحكي بالعادة يعني بدي أضرب مية ضرب ثلاثة وثلاثين ضربت بدون فاصلة عشرية الآن ثلاثة ضرب صفر صفر ثلاثة ضرب صفر صفر ثلاثة ضرب واحد ثلاثة زائد صفر منزلي الآن رح ننتقل للثلاثة في العشرات ثلاث ضرب صفر صفر ثلاث ضرب صفر صفر ثلاث ضرب واحد ثلاثة ومنجمة صفر صفر ثلاثة ثلاثة الآن أنا هون الفاصلة العشرية عندي يعني بعد منزلة واحدة شوفوا أنا عندي فقط منزلة عشرية واحدة اللي هي جزء من عشرة فنفس الشيء هون بدي منزلة عشرية واحدة فحطينا الفاصلة هون الآن هل عندي أعداد عشرية لا لأنه الصفر مش عدد يعني ما إلو قيمة فبإمكاني أكتبها 330 طيب خلينا نشوف كمان مثال يبين الشكل نموذج لصاروخ طبعا في عنا شكل فيه نموذج صاروخ طبعا استعمل لتصميمه مقياس رسم أو بيسموه مقياس نموذج يعني ممكن بالكتاب يكون إما مكتوب قياس رسم أو مقياس نموذج الآن مقياس النموذج أو مقياس الرسم 1 سنتيمتر إلى 5 متر يعني شو معناها هذا الحكي؟ كل سنتيمتر على النموذج أو على الرسم هو يمثل 5 متر في الحقيقة فإذا كان ارتفاع الصاروخ 20 متر فأجد ارتفاع النموذج يعني أنت بدك تحكيلي بالرسم كم ارتفاع الصاروخ الآن برضو مقياس الرسم رح نكتبه زي ما تعلمنا بسط ومقام إذن 1 سنتيمتر على 5 متر العدد اللي بالأول بيكون في البسط اللي هو نفسه بيكون في الرسم يعني اللي بالأعلى هو في الرسم بينما اللي في الحقيقة بيكون في المقام الآن إذا كان ارتفاع الصاروخ 20 متر بده ارتفاع النموذج الآن ارتفاع النموذج هو الارتفاع في الرسم بينما ارتفاع الصاروخ هو الارتفاع الحقيقي اللي هو عبارة عن 20 متر نفس الشيء بدي أعمل تناسب الآن بما أنه اللي من الأعلى في الرسم معناته برضو بدي يكون عندي في البسط هون اللي هو في الرسم طيب هل أنا بعرفه؟ لا هو مطلوب بحكي لي جد ارتفاع النموذج يعني هو مجهول أنا بدي أحسبه فممكن أعطيه رمز X الآن إذا كان ارتفاع الصاروخ 20 متر إذن ارتفاعه في الحقيقة على نفس المستوى في المقام في المقام رح أحطه اللي هو 20 متر الآن زي ما تعلمنا في درس حل التناسبات بدي أحل التناسب بنضرب البسط الأول في المقام الثاني والبسط الثاني في المقام الأول يعني بمعنى آخر الضرب التبادلي الآن 1 ضرب 20 يساوي 5 ضرب X يعني 5X طيب الآن كيف بدي أحل هاي المعادلة في عندي متغير مضروب فيه عدد الآن شو رح نعمل عكس العملية بما أنه هون العملية ضرب رح نعمل قسمة إذن تقسيم 5 تقسيم 5 الآن أي عدد تقسيم نفسه رح يعطيني 1 فواحد ضرب X اللي هي عبارة عن X الآن تساوي الآن 20 تقسيم 5 اللي هي عبارة عن 4 فضل عندي 1 ضرب 4 طبعا هون بقسم على عدد 1 فقط مش بقسم الواحد على 5 والعشرين على 5 فقسمت العشرين على 5 اللي هي عبارة عن 4 وضرب 1 نزلته زي ما هو الآن X تساوي 1 ضرب 4 اللي هي عبارة عن 4 طيب إحنا الآن البعد اللي منحسبه في الرسم بالرسم شو الوحدة اللي أنا مستخدمها اللي هي السنتيمتر إذن الناتج بدي يكون بوحدة سنتيمتر إذن ارتفاع النموذج على الرسم لما أنا بدي أرسمه بدي أمثله بأربع سنتيمتر كمان مثال بس قبل ما نشوف هذا المثال في موضوع بدنا نحكي عنه الآن في عنا شيء اسمه عامل المقياس عامل المقياس هو نفسه مقياس الرسم لكن بتكون الوحدة اللي في البسط نفسها الوحدة اللي في المقام وبالتالي بإمكاني أشطبهم مع بعض إذن بإمكاني أشطب وحدة البسط مع وحدة المقام فإذا كان مقياس الرسم البسط والمقام بدون وحدات لأن وحداتهم متشابهة بنسميه عامل المقياس إذن عامل المقياس هو مقياس رسم لكن بدون وحدات طبعا بتكون القياسات في الحقيقة وفي الرسم نفس الوحدات خليني أذكركم بس للتحويل بين الوحدات الآن أنا عندي الوحدات اللي هي وحدات قياس الطول والمسافات مليمتر سانتيمتر ديسيمتر متر وبعدين كيلومتر طبعا أكبر شيء فيهم اللي هو الكيلومتر وأصغر إشي فيهم اللي هو الملي متر الآن حتى أحول من مليمتر إلى أي وحدة أكبر منه يعني سواء سانتيمتر أو ديسيمتر أو متر بدي أعدد درجات مثلا لو بدي أحول من مليمتر لسانتيمتر عندي درجة واحدة فقط أنا بدي أطلع بس درجة بما أني أنا طالعة تلوعة طالعة على الدرج يعني من الصغير للكبير رح نقسم رح نقسم على عشرة طيب لو أنا بدي أطلع من مليمتر لدسيمتر صار عندي بدل الدرجة هاي أول درجة وهاي الدرجة الثانية إذا صار عندي درجتين معناته برضو رح أقسم لأنه من الصغير للكبير لكن هاي المرة لأنه درجتين رح أقسم على مئة لأنه درجتين فرح نحط صفرين لو أنا مثلا من مليمتر إلى متر في عندي درجة درجتين ثلاثة إذن رح أقسم لكن على ألف لأنه ثلاثة درجات الآن لو العكس لو أنا بدي مثلا من كيلومتر إلى متر الآن كيلومتر أكبر من المتر فبالتالي لما أنا أحول من إشي كبير لإشي أصغر بدي أضرب فلما نضرب أنا عندي هاي أول درجة من كيلومتر هاي الدرجة الثانية وهاي الدرجة الثالثة هو الرسم أو بتكن تحفظوها من كيلو إلى متر بدي أضرب بألف فأنا عندي ثلاثة درجات بما أنه ثلاثة درجات يعني ثلاثة أصفار فرح نضرب لأنه من الكبير للصغير بألف لو بدي أحول مثلا من متر إلى ديسيمتر هاي متر وهاي الديسيمتر عندي درجة واحدة فقط بينهم معناته رح نضرب في عشرة إذن من الكبير للصغير منضرب ومن الصغير للكبير منقسم طيب خلونا نشوف المثال أجد عامل المقياس لنموذج سيارة إذا كان مقياس الرسم 1 سنتيمتر إلى 5 بالعشرة متر إذن هو ما يعطيني مقياس الرسم 1 سنتيمتر إلى أو على 5 بالعشرة متر الآن هو شو طالب مني في السؤال؟ بحكي لي جدي عامل المقياس لما يطلب مني عامل المقياس حكينا هو مقياس الرسم بدون وحدات فأنا بدي أخلي الوحدتين يصيروا زي بعض حتى نخليهم يروحوا مع بعض ويصير خلص مقياس الرسم بدون وحدات طبعا دائما الأسهل إني أحول من الكبير للصغير عشان أضرب فأنا بدي أحول من المتر إلى السنتيمتر إذن أنا عندي المتر بدي أحول لسنتيمتر يعني بدي أنزل درجة درجتين بما إني بدي أنزل درجتين يعني بدي أضرب بمية درجتين يعني صفرين الآن لما أضرب بمية رح أحولها لسنتيمتر خلينا نضرب طيب البسط زي ما هو واحد سنتيمتر على الآن بدي أضرب خمسة في العشرة ضرب مئة زي ما حكيت لكم لما يكون عندي عدد عشري مضروب في عدد فيه أصفار بحرك الفاصلة حسب عدد الأصفار باتجاه اليمين كم صفر بدي أنا صفرين معناته بدي أحركها منزلتين هاي المنزلة الأولى تحركت الفاصلة صارت بعد الخمسة طيب أنا عندي كمان بدي منزلة بدي أحركها كمان مرة لكن ما في عندي منزلة هون الآن المنزلة اللي مش موجودة بحط مكانها صفر فصارت أنا عندي خمسين سنتيمتر الآن صار عندي في البسط سنتيمتر وفي المقام سنتيمتر بإمكاني أشطبهم مع بعض فإذن صار عندي مقياس الرسم واحد على خمسين أو اللي هو عامل المقياس وبإمكاني أكتبه على صورة نسبة واحد إلى خمسين إذن هو نفسه مقياس الرسم لكن وحداته بتكون متشابهة وهيك يا حلوين بنكون خلصنا درسنا طبعا هو من الدروس السهلة والبسيطة ويعطيكم الفعافية ترجمة نانسي قنقر